وفي البرائن تايم هذه ساعتنا الثالثة والأخيرة هل تواصل معكم حتى للعشر ومتاع الصباح توقيتنا هو التسعة وخمسة وشرين دقيقة نحيي ونسلموا برشاة للعباد اللي قاعدة تسمع فينا طريقة السلامة للجميع الناس يشد اثنية القرية وإلى للخدمة ان شاء الله بالنجاح والتوفيق للناس الكل سيسروحكم في الكياس اختيوى اختيوى سينو تسمعونا الفريقون سبتانا واتبعونا زيدا لايف على الباش فيسبوك كما تعودتم معنا أولى فقارتنا في ساعتنا الآخرى المساج انفوي واصلونا لبر الأمان وارجوا للعرك كنت حبه العالم كل يتسابق في الضو والصوت باش يلقح باش يرجع اقتصاده باش يخلي طياراته تخيط في السماء وبارئ واخره تغزو المحيطات العالم كل يتسابق باش يخرج صورة على البلاده متميزة توري قدرته على تجاوز مخلفات الكوفيد العالم كل يجري ويجري يحب يرجع سياحت وتستقبل الناس رؤساء العالم أجمع شغلهم الشيغل الخروج من الوضعية هذه بأخف الأضرار ارجاع عجلة الاقتصاد الدور والمحافظة على صحة المواطنين وخلق الاستثمارات جديدة ودعم التوجهات الجديدة اللي فرضتها جائحة الكوفيد كما التليترافاي والاستخلاص من عند بعد والرقمنا في كل الميادين هي من شأنها تلبي احتجارة المواطنين وتسهل عايشهم ضخ أمويل بالمليارات لينقاذ شركيتهم الكبرى لتلقيح مواطنيهم لتعويضهم على خسائرهم المتسبة فيها الجائحة استثمار في الكوفيد واستثمار في المستقبل مش مهم قدش بشي تتصرف قدش بش تتكلف على الدولة المهم المواطن يحس اللي دولته معاه اللي دولته تخمم فيه تسخير إمكانيات الدولة الكل البنوك الجيوش البنية التحتية لفئيات الشعب تسخير الدبلوماسية لإبرام اتفاقيات مع دول صديقة وشقيقة وحتى منافسة تعدوك نلزم 140 برلماني في المولايات التحدة الأمريكية يضغطوا على رئيسهم جديد باش يصح اتفاقات جديدة مع إيران هذا ايش يلزم في التعاملات مع الأزمات ربح الوقت والتخفيف من الخسائر هو الهدف اللي يأمن خروج ثلث آمن ومضمون لبلاد الشعب من الجائحة هذه هذه صورة في أغلب الدول في العالم الناجحة خاصة وأحناوين من هذا الكل أزمة حكومية توا قريب الشهري رئيس جمهورية يتهدد ورئيس برلمان يصب في الزيت على النار كتار البرلمانية حفلتها في شرع خير الدين هاو اعتصامات هاو سب هاو شتم ديزني وندزك آخر اهتماماتهم الكورونا والحالة الحقيقية للشعب أنا حالة إنه فد تعب قلق ويحب يتنفس يخرج من الروتين القاتل من الضبابية يحب يعرف روحه وين ماشي والطاقة المستهلكة هكتشوف في الريح بين سيسا مش معانا مش كيفنا مهمش حاسين بمعاناتنا التلقيح جبنا 30 الف بالريق النشف قانون مالية تكملي يلزموا يتعمل قبل موفى مارس ماريناش نقاش في البرلمان جدي في البحث على سبول توفير الموارد المالية للدولة حكومة عاني من شلل نصفي عفونا وعافكم الله ملفات خزت في الرفوف رئيسها في تسلل سياسي العرف روح يقدم ولا يوخر مشهد مشهد مهدد بالانفجار في كل وقت بسبب التسيب الحل قدام عينينا ومرأة أخرى نعود نقولها العودة والرجوع إلى طاولة الحوار لازم البردفير الزايد المزيدات السياسية ما عندهش وين توصل حتى حزب حتى مكون سياسي ولا شخصية سياسية له ملك للحقيقة ولا عنده عصا موسى باش يشقل بحر في ظل نتائج الانتخابات وفي ظل النظام السياسي الحالي في واقع اقتصادي متدهور يلزم برشة تواضع سياسي يخي تحبوا تحكموا في بلاد ما عادش تتحكم هزين بلاد للإفلاس الفكري والسياسي والاقتصادي والأخلاقي وتحبوا تحكموا فيها نهار اخر تفيش باش تحكموا تفيش نوة باش تتحكموا يا سيدي شادين صحيح وعندكم الثقة في رواحكم انو الطرحكم هو صحيح وعلى يديكم نحجوا مثالش شوية صبر خرجونا من هالوضعية خلينا نوصلوا لبر الأمان ومن بعد يعمل ربي دليل خلينا ننسلكوا ومن بعد توناحكيوا شنو الفايدة من العرك هذا في هالوقت هذا بالذات شنو هالليكس اللي تحبوا وتتمتعوا به واحنا متعدين بأكبر الأزمات لابد من تأجيل كل الاحتجاجات والطلبات والعركات والدخول في هدنة والركز ونصلحوا شركاتنا العمومية ونسويوا وضعيتنا الصحية وخلال بطبيعة التلاقيح والمدوات خلق مناخ قائم على الثيقة لإرجاع الاستثمارات والحياة الاقتصادية تدريجيا التصليح في الرفاه خير من محاولات التغيير في الفقر اللي بتبعها بشكون فاشلة الدخول في هدنة واجب علينا الكل للخروج من هذه الأزمة في أقرب الأوقات وبأخف الأضرار سنو كلنا بش نخلص وغالي وقتها لا عاد ينفع برلمين ولا حصانة ولا مواق الناصب حكومية تحتقصار كارتاج يوليو كيفو كيف لقفص شكرا لك مواضي الشريف المساج انفعي رجعينا معكم